نحن نتكلم في سياق المنظومة التكنولوجية المنظومة التكنولوجية الحقيقة وإحنا بنفكر في إن إحنا نعمل هذا التعداد التعداد ده بدأ الإعداد ليه من سنة المالية 12-13 يعني من أكتر من أربع سنوات مضت أول تجربة كانت للتعداد وكان مخطط ساعتها إن التعداد يبقى ورقي 12-13 تجربة الثانية 13-14 تجربة الرابعة الثالثة 14-15 وهنا حدث التحول الكبير في 14-15 في آخر 14 كنا بنعمل احتفال بمئة سنة على الجهاز أو على قانون الإحصاب لإن الجهاز كان سنه ساعتها أكتر من مئة سنة فكنا بنعمل احتفالية المقوية بتاعت أول قانون إحصاب مصر وكنا عاملين مؤتمر علمي داعين له كبار الديومغرافيين في العالم وكان الثيم بتاع هذا المؤتمر إزاي الدول اللي كبرت في الحجم السكان كده تجري التعدادات بتكلفة أقل فكان بقى كبار الديومغرافيين اللي شاركوا في المؤتمر ده اتفقوا كلهم على إن الدولة لما تكبر زينا كده وتتعدى بتعدادها التلاتين أو أربعين مليون يبقى تفكر إنها تعمل أسئلة التعداد باستمرتين مش استمرها واحدة استمرها مطولة واستمرها مختصرة الاستمرها المختصرة تخلي الباحث يعمل عدد أكبر من الأسر في اليوم لأن وقته بقى معه وقتا قدر يبقى تقلل عدد العاملين بشكل كبير واستمرت طويلة لإنك أنت بقيت حجم كبير جدا من السكان لما نعمل حتى 10% من الحجم الكبير ده يبقى عندنا 2.5 مليون أسرة دي عينة مهولة دول بختارهم راندملي؟ آه طبعا راندملي راندملي لما اختارت يبقى عنده 2.5 مليون أسرة هاخد منهم استمرها طويلة ده يطلع لي خصائص محترمة جدا للمجتمع في الحاجات اللي هي عايزة حالة العمل وحالة التفاصيل العمل وتفاصيل الكلام اللي هي محتاجينه يبقى 10% والباقي كله يبقى 90% ده يخلانا على طول نفكر في ان احنا احنا اشتغلنا في 2006 في تعداد 2006 بمية وتسعة ألف عدد يعني معاون 109 ألف عدد يعني معاون معاون فإحنا لو كنا هنشتغل بنفس الاسلوب في تعداد 2016 ساعتها كنا هنشتغل بمية خمسة وعشرين ألف لما روح باستمارة واحدة اللي هي المطورة مطورة لما روحنا بقى وفكرنا وعملنا ورش عمل متتالية بعد هذا المؤتمر بكل الخبراء بتوعنا في مصر وكل السادة الوزراء المستقلة بدأنا ندخل الاستمارة المختصرة لا 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 الأول خدنا القرار بتاعنا نعمل باستمارتين أول ما خدنا قرار استمارتين إيه الرزق؟ إيه الرزق اللي كان ممكن يحصل هنا؟ ما فيش أي رزق إطلاقا ده بالعكس البيانات التفصيلية اللي كانت هتطلع من الاستمرار المطولة لما نعملها ب10% ونركز عليهم هيتطلع لنا خصائص أحسن ما لو كنا بنعملها بالشكل الشامع لأن عندي الخصائص الجنرل وعندي الديتيلز وعندي الديتيلز وما فيش أي خطورة من البيانات إطلاقا بل بالعكس بقى إحنا هنا خفطنا عدد العاملين وعلى فكرة التابلت والإلكتروني ما كانش بغايب عندنا ومن أول يوم بنفكر في الأعداد للتعداد في سنة 2012 ولكن ساعتها كان العدد 125 ألف تابلت ومش كده وبس هو أجرت أو أجر أو مرتب اللي هشتغل بالتابلت مؤكد غير تماما غير اللي هشتغل بالورق فإذا أنت حيث المنزانية ضخمة جدا للتعداد ما كناش أدها فلما جينا خدنا هذا القرار معينه الصراحة اللي بيشتغل بالورق أصعب طبعا بس القدرة بقى بتاعت ده الكواليفيكيشنز بقى مؤهلك لازم تديله أكتر فالموازنة ما كانش تسلح بده لكن لما عملنا بقى القرار وخدنا قرار الاستمرتين وخفطنا دراماتيكلي أو بشكل حاد عدد العاملين قلنا بقى لا ما نفكر في التابلت كانت ساعتها اللي سعدنا أن الأردن جنبينا بتعمل التعداد بتاعها في سنة 15 بالتابلت وإحنا كنا قريبين جدا منهم وكنا قريبين من تجربتهم بعثنا ناس من عندنا اشتغلوا معهم في الإعداد واشتغلوا معهم في مراحل جمع البيانات والحقيقة ما لقناشي معالي الوزير من فكرة أن الأردن بلد صحيحية في قمة الدقة والنظام لكن عدد سكانها أعتقد عشر عدد سكاننا بالضبط هم عشر عدد السكان بالضبط هم العشر لكن التجربة لما اطلعنا عليها وقلنا هنعمل استمرتين ويبقى عندنا عدد العاملين يقل وعدد التابلت يقل وكل ده يقل لقينا أن الموضوع المتاح ممكن الحقيقة والفضل يرجع لأهله هنا اللي كان لما عرضنا الفكرة كان ساعتها السيد وزير التخطيط كان الدكتور أشرف العربي وهو في الأصل باحث ويعرف قيمة البيانات قبل ما نعرض على الدكتور أشرف احنا عملنا تجربة في محافظتين بالتابلت في الشياخة بالتابلت والشياخة بالورق ايه هم؟ في الأليوبية وأسيوت تماما عملنا هنا في بحري عملنا تجربة وفي الصعيد عملنا والحقيقة للنتائج لما رحنا بقى الشياخة بالورق والشياخة بالتابلت لقينا الفرق عظيم جدا في دقة البيانات التابلت يفوق بمراحل كثيرة جدا رغم من الابليكيشن اللي اتعامل على التابلت او التطبيق اتعامل بولاد الجهاز هنا ما كانش فيه اي حد بيساعد في الكلام ده غير الجهاز عمل الكلام ده بإمكانياته بسولاد الجهاز هنا وهنزود هنا والحقيقة الدكتور أشرف كان داعم جامد جدا لهذا الاتجاه ووفر لنا الموارد اللي احنا كنا عايزينها رحنا جري على هيئة العربية للتصنيع جبنا منها التابلت وبتدينا التجربة الخمسة او التعداد تعمله خمس تجارب كل التعدادات السابقة اكبر تعداد تعمله ثلاث تجارب لكن التعدادات تعملته خمس تجارب لان احنا لما عملنا التجربة الرابعة كانت في محافظتين وكان لازم نختبر التابلت في كل المحافظات عملنا التجربة الخمسة واختبرنا التابلت برضو بالتطبيق بتاع ولاد الجهاز هنا والتطبيق اللي اشتغلت معنا فيه بقى دخلنا وزارة الاتصالات الحقيقة معنا وزارة الصلاة جابت كل الشركات المتخصصة ده كان حيتفعني لسؤالي التالي من هي أبرز الجهات اللي بتتعاونوا معها بشكل وثيق جهات مؤسسات وزارات الحقيقة الأساس احنا بالتعاون مع هك孫ة جهتين أسسيتين وزارة التخطيط اللي هي طبعا عارفة Programm ما هي المطلوب وهي اللي عندها الموارد وزارة الصلاة اللي عندها المفروض هي اللي عندها الفيديون لقدام ايوها طبعا وبعدين وزارة الصلاة اللي عندها نهاو هي اللي عارفة ده يتعمل ازاي مش هي الوزارة بتعمل بنفسها لكن ممكن الوزارة كان من خبراءها وهي عارفة الشركات كل شركة ايه تخصصها في كل مجال وهي اللي جابت كل دول وجمعتهم وجينا والحقيقة في بداية رازم اقول برضو النقطة المهمة جدا دي في بداية ان احنا بنتعرض بجد بقى لان احنا داخلين على ان احنا هنشتغل المشروع الالكتروني كان هناك تخوفات كثيرة جدا من ايه بقى يا فعلا؟ من كثير من الخبراء في التكنولوجيا المعلومات ان احنا الجهاز يبقى قادر على تنفيذ التجربة دي من هذا المبنى وقالوا لأ يعني شككوا ان احنا هنقدر نعمله من جول ببنى ان قدرة العاملين عندنا في الجهاز وامكانياتنا المتاحة طبعا امكانيات دي تضعفت لما داخلنا في الجد تضعفت لكن في التوقيت ده قالوا لأ احنا مفروض الديتا سنتر ده يتبني يتبني في القرية الزكية وفي احد الشركات الكبرى اللي في القرية ايه ايه فاينانس الزكية ايه تحديدا علشان يبقى احنا شكين في قدرات الموظفين متى الحكومة دول ان هم وعندهم القدرة عن انهم يعملوا هذا الكلام لكن الحقيقة انا كنت واثق ان احنا شخناهم في جولتنا الحقيقة انا الحقيقة كنت واثق في شباب الجهاز وفي قدرة الجهاز وفي ان الشركاء كلهم بدافع وطني لازم يحطوا القدرات دي في هذا المبنى عشان تبقى قدرات مستمرة مستدامة تستخدم بقى في التعداد ده وتعداد القادم وكل الأبحاث وا 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 وقلت لهم احنا نعمل نعمل تقييم للوضع الحالي واين اللي احنا عايزين توصله وانتو تساعدونا فإن إحنا لابد إن إحنا نوصل الجهاز والعملين في الجهاز ليكونوا على المستوى اللي قادر على إدارة هذه المنظومة بمساعدتكم والحقيقة استجابوا وكانوا أكبر داعمين لنا وأنا بشكر الشباب بتعود الجهاز بالدرجة الأولى وبشكر كل العاملين في الجهاز اللي وصلوا لعمل في بعض الأوقات ثلاث ورديات عمل في اليوم خلال 24 ساعة وإحنا بنحمل الـ 40 ألف أو 44 ألف تابلت اشتغلنا شهرين ونص ثلاث ورديات عمل على مدار الـ 24 ساعة كان إيه التارجت يا فاند؟ كان التارجت أن حطت لهم التارجت قال قلت لهم إيه؟ كان إحنا التارجت يعني غصبا عندنا عندنا مهمة إن إحنا خلاص خلصنا الابليكيشن التطبيقات بتاعت الخرايط وبتاعت التطبيق نفسه بتاعة الاستمارات اللي هيتحط على التابلت سواء لمرحلة المباني أو لمرحلة السكان أو لمرحلة المنشآت وده عايز يتحمل بقى على الأجهزة الأجهزة 44 ألف والأجهزة في البداية التحميل كان الجهاز ممكن يقعد نصف ساعة ده التابلت ولا الجهاز هنا؟ التابلت نفسه؟ التابلت الـ 44 ألف تابلت كان ممكن يقعد نصف ساعة أي نعم بعد كده الدنيا مشت وكان بيأخد عشر دقايق وممكن أقل من كده بس في الأول؟ لكن في الأول كان وعدين أماكن التحميل محدودة إمكانيات القاعات عندنا لكن استخدمنا كل قاعات الجهاز كان عندنا حرك مشكلة تانية أنه بعض المعاونين في أماكن معينة ما فيه شبكة أصلا ده نحن نتكلم هنا في المرحلة تحميل التابلت لسه منزلناش بالتابلت الميدان التحميل هنا؟ تحميل التابلت التابلت جديد في كارتونته حلو عايز يطلع من الكارتونة بناشر عليه الأبليكيشن ويتحط عليه الأبليكيشن تمام هو ده اللي قعدنا فيه شهرين ونص نشتغل تلات ورديات في اليوم عندي هنا ستات كبار وأصحاب أسر وعندهم أولاد دول كانوا بيعودوا في وردية مساعة 11 بالليل لتمانية الصبح وكان منهم بيطبق ويشتغل الوردية اللي بعديها وأنا كنت سعيد وأنا ماشي ستاعة 2 و3 الصبح في قاعات في الجهاز وشوف ستات البيوت دي وهي قعدة 2 و3 الصبح وصورهم بالموبايل وأبعث الصور للمسؤولين اللي كانوا مسؤولين عندنا وأقول لهم أنا الآن في الجهاز والستات دي بتشتغل دلوقتي ستاعة 3 الصبح في الجهاز أنا لمحة يعني اسمح لي اسمح لي أقول لحضرتك أنا لمحة دموع فخر في عينيك تجاه سيدات وفتيات وشباب ورجال بمعنى الكلمة من اللي احنا شفناه ومن وصفة حضرتك قد ايه الناس دي بذلت جهد فقط عشان يعملوا مهمة لمصلحة الوطن في النهاية أنا كنت بشوف وكلاء وزارة سيدات بيحملوا التابلت في العربيات تحت في الممر الساعة 4 الصبح عشان العربية دي لازم تمشي وتكون في أسوان النهاردة أو بكرة الصبح عشان التابلت هيطلع من العربية يتوزع عشان يستخدموه اليوم اللي بعده فكنت لقيه وكيل وزارة عندنا ست وانا وقف في شباك مكتبي الساعة 4 الصبح وخمسة الصبح ألاقيها بتقفل العربية ووقفة بتقفل العربية عشان تمشي في معادها فده طبعا شيء أنا بشكرهم عليه جدا وبستعيد هذه الأيام وأنا بكل فخر بكل الناس اشتغلت وقدت وعملت في هذا العمل الضخم المنظومة الكبيرة دي اللي احنا كلنا سعداء وفخرين بأنها إن شاء الله تأدي لمصر النتائج بتاعت التعداد وقبل كده المنظومة التكنولوجية احنا كان الأكبر قاعدة بيانات في الشرق الأوسط موجودة في المبنى اللي حضرك قاعدة في دلوقتي